اعمل بجد في صمت ودع نجاحك هو من يحدث الضجيج ودعونا أن نكون جزءاً من هذا النجاح إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على أشرط الخلق سيدنا محمد جيل 2006 حبايبي ورقة عمل أفخم 25 سؤال على وحدة البوابات المنطقية هاي ضروري كثير إنك تحضر الحصة طبعاً راح تكون موجود الحصة إن شاء الله على قناة اليوتيوب لمنصة الثراء التعليمية وراح تكون إن شاء الله على قناتي أنا اليوتيوب لأستاذ زيد حمزة طيب حبايبي بدنا نتفق على شغلة ليش سميتها أفخم 25 سؤال حبايبي الوزارة عودتنا دايماً إنه ما تطلع من الكتاب وفعلياً عمره ما جابت أسئلة خارج الكتاب أو خارج المنهاج وهذا الإشي أنا وأنتم متفقين عليه والأجيال السابقة وبقية المعلمين طيب رقم اثنين في أسئلة أستاذي كل سنة تكرر كيف يعني تكرر؟ يعني لازم كل سنة نجيب صيغة هذا السؤال ممتاز طيب الأسئلة الثانية أستاذ يزيد فكرة جديدة موجودة صح ولكن هاي هون الدوسية راح يكون فيها أسئلة مكررة وأسئلة أفكار جديدة إن شاء الله تعالى طيب يلا نبلش حبايبي جهز للقلم والورقة وعشان تحصل على هاي الدوسية قل يلا عليك أستاذي الله يرضى عليك بس تبعتلي على الواتساب هاي رقم تليفوني أنا قل لي بدي دوسية أفخم خمسة وعشرين سؤال على وحدة البوابات المنطقية ومنع يوني التنتين بسم الله نبدأ حبادي طيب السؤال الأول حبابي بيحكيه لي هون في الشكل المجاور إذا كانت قيمة X تساوي صفر فإن قيم A و B و C تكون ممتاز يعني أنتل X هذا معطيني إياه في الشكل إنه مخرج صح ولا لا طيب المخرج شو قيمته حكالي صفر ممتاز طيب بده قيم A و B و C معناته بده قيم المداخل بده قيم المداخل أستاذي اللي بتعطيني X تساوي صفر ممتاز بطلع لي طالب الله يهديه بيحب يضيع وقته في الوزارة بيقول لي أستاذ يزيد ليش ما أعمل جدول الحقيقة أنا بقول لك جدول الحقيقة صح لأنك جدول الحقيقة بتمسك العبارة هاي على السريع بتنزل A و B و C صح ولا لا بعدين شو بتعمل بجدول الحقيقة أنت عشان تعمل جدول الحقيقة بدك تاخد عبارة منطقية مش رسم منطقي مش رسم بوابات منطقية الـ A دخلت بوابت الـ AND بعدين النت بعدين AND عشان أقرأها نزلت للمتغيرات المداخل A و B و C A دخلت بوابت الـ AND مع مين؟ مع الـ B فبحط هون AND A AND B بعدين راحوا للنت انفي كلهم بالنت ممتاز بعدين بيحكي لكلهم AND مع الـ C هاي AND الـ C طيب عد انت شوف الوقت القاعد بروح مني عشان جدول الحقيقة ما هو الطالب مصيبة انه يكون حافظ مش فاهم عشان لسه يعمل جدول الحقيقة شو بده يعمل؟ بده يطلع قانون الاحتمالات عدد الاحتمالات للجدول 2 2 قوة N حيث N تساوي عدد المتغيرات دون التكرار معناته 2 كم متغير عندي C و B و A 3 2 قوة 3 وساوي 8 احتمالات لسه وإحنا بنجهز لسه بنجهز لسه أنا ما بدأت بجدول الحقيقة لسه بجهز لجدول الحقيقة أنا مش عم بقول لك انه جدول الحقيقة صعب أستاذي جدول الحقيقة راح يأكل منك وقت كثير في الوزارة فما له داعي هذا الكلام كله طريقة ثانية أسهل وأبسط وأسرع ما هو أصلا معطيني أربع خيارات في الوزارة ألف باجي مدال ليش ما أمسك الإجابة ألف وأشوف شو المتغيرات قيمها أعوضها عن رسمة اللي بتعطيني قيمتها صفر مخرج صفر باعتمدها باخدها ما هو هو شو بيحكيلي بدي القيم تبعون A و B و C يلي بيعطوني مخرج قيمة ال X يعني مخرج آخر إشي البوابه X بدي يساوي إيش صفر تعال أحكي لك كيف امسك أول إجابة بيحكيلي ال A واحد وال B صفر وال C 1 تعال وزعهن A واحد وال B كم صفر وال C واحد ممتاز واحد دخلت بوابة الاند مع الصفر معناها واحد ضرب صفر شو بتساوي معناتها صفر طيب الصفر دخلت النت إعكس قيمة الصفر تساوي واحد استني بدي أشوف المدخل الثاني للاند اللي هي السي سي شو قيمتها واحد طب واحد دخلت الاند مع الواحد يعني واحد ضرب واحد شو بتساوي واحد لا غلط أنا ما بدي إياها معناته إجابة ألف بشطب عليها مسامحوا فيها لأنه ما أعطتني قيمها ما أعطتني إشي يساوي صفر طيب تعالي لسه أنا هيك ما بضيعش وقت أنا قاعد بجرب لسه أهون من إني أعمل جدول حقيقة كمل معي ناخد بإجابة با شو بيحكيلي A بتساوي ال A بتساوي كم عندي واحد والبي صفر A واحد والبي واحد والسي كم صفر طيب واحد دخلت بوابة الاند مع الواحد يعني واحد ضرب واحد كم واحد ان في الواحد صفر طيب مدخل الثاني للاند هون عندي سي سي شو قيمتها صفر صفر ضرب صفر آه والله صفر يعني الإجابة با آه أستاذ الإجابة با تستغربش بهاي السرعة آه بهاي السرعة لأنه اختبارك أستاذي ساعة ونص وراح يمكن يمكن الله أعلم يعطيك عشر دقائق يعني يصير ساعة وأربعين دقيقة ولا تنسى بتتذكر معي قلتلك على المسودة شو بتكتب تكتب لي للفصل الأول طبعا هذا الكلام تكتب لي إيش المصدرة تاعة إيش نظام الثنائي واحد اثنين اربعة ستة ثمانية ستتاش أربعة وست ستاش تتانين وثلاثين أربعة وستين مئة وثمانية وعشرين مئة وستة وخمسين ألف واربعة وعشرين أعطيك العافية تحتها شو بتكتب للفصل الثاني الأولويات الخمسة أقواس نت أند أور في حالة التكافؤ من اليسار إلى اليمين هدول اكتب لي ياهم عندك على الورقة أستاذي الخارجية مشان ما تنساهم ممتاز فأنت هون كسبت وقت ولا لا طبعا نكسبت وقت طيب تعال على السؤال اللي بعده هون شو بحكيلي إذا كانت A تساوي صفر وB تساوي واحد وناتج العبارة المنطقية A أور البي أند نت الـ C شو بتساوي واحد فإن قيم C المحتملة شو هي ممتاز نزل العبارة كما هي طلع بنزل العبارة زي ما هي هاي A أور البي طيب داخل أقواص بعدين أند شو بحكيلي نت السي طيب هون شو بحكيلي بحكيلي إذا كانت A صفر هاي صفر والبي كم واحد هاي واحد وهيهم دخلناهم أقواص ونزلنا كل إشي دمه أنا بس عوضت بس عوضت أند نت السي السي مجهول هاي عليها مربع السي حبايبي مجهولة فأنا بحكيلي ناتج كل هاي العبارة شو بساوي شو بساوي حبايبي واحد هاي بحكيلي يساوي واحد فإن قيم السي المحتمل شو هي هاي يساوي واحد طيب بدي أسألكوا سؤال حبايبي إذا هاي العبارة كلها أنا عندي صفر أور الواحد أند نت السي يعني أنا عارف قيم الأو والبي بس ما بعرف قيم السي سؤالي إلك يا طالبي الله يرضى عنك إحنا هون في الوحدة هاي الأساس المنطقي واللغوبات المنطقية شغلنا كله على إيش يا واحد يا صفر معناته مش هالكيميا مش هالاختراع عالسريع طلع هون واحد وطلالي من عندي السي صفر تعا نجرب بدي أجرب ليش بدي أجرب أول مرة بمين بدي أجرب أول مرة بالواحد تعالي نحل هاي العبارة بقيمة واحد يلا أولوية مين الأقواس صفر زائد واحد الأورم هي صفر أور واحد معناته زائد الجمع الأور صفر زائد واحد واحد تركها هاي أنا عندي أول إجابة واحد طيب أخذنا إحنا هون السي أول مرة وقلنا لنفرض السي أول مرة عندي واحد نتل واحد صفر طيب واحد ضرب صفر كم صفر طب أنا هون عندي الإجابة واحد معناته الواحد ما بتصرح تكون للسي حط لي على إيش إكس على الواحد طب تعالي نشوف لما تكون السي قيمتها صفر يلا حط عليها دائرة نشغل الصفر يلا صفر أور واحد يعني صفر زائد واحد كم واحد أند نتل الصفر نتل واحد كم واحد يعني واحد ضرب واحد كم واحد معناته قيمة سي صفر فقط الإجابة ألف قيمة سي صفر فقط تمام حبايبي معناته تعطيني هاي العبارة مخرج قيمته تساوي واحد لما تكون سي شو بتساوي صفر يعيني عليك يلا سؤال اللي بعده حبايبي طيب البوابة المنطقية عند بوابة المنطقية هاي شي كلمين هلال أور طب مع نقطة صارت نور لأنها نت أور معناته نور والنور دخلت إيش النور دخلت إيش نور دخلت نت تكافئ من البوابات المنطقية الآتية آه لك الزوجي بالنت بروحه مع بعض نت مع نت شو بتروح؟ بتروح شو بظل عندي؟ بظل عندي إيش؟ الأور لحالها طب وين الإجابة اللي بتحكي الأور؟ نعم الإجابة هي با الإجابة حبايبي با راصية النور اللي هي هاي الدائرة الحمرة هاي نت فهي أور مع نت فشو اسمها نور؟ طب فك الراصية صارت أور نت بعدين كمان نت نت مع نت راحه ضل عندي الأور سهلة يا حبايبي طيب سؤال اللي بعده العبارة المنطقية زي تساوي اكس ناند الواي تكافئ من العبارات المنطقية الآتية ممتاز تعالوا اكتبها العبارة المنطقية هاي شو بحكيلي اكس ناند مين الواي طيب حبايبي بدا أسألكوا سؤال الناند شو أصلها؟ طلع هاي الان لبرة شو بتصير؟ أقواس شو بتصير عندي نت نت الاكس اند الواي ما هاي بتروح مين العبارة اللي بتحكيلي زي هيك؟ هيا ألف طبعا هاي بدل اي حبايبي؟ اللي هي اكس طيب يرضع نقول فالإجابة هون عندي ألف طلعت أنا الان تبع الناند طلعتها لبرة ليش؟ عشان تصير نت الاكس اند الواي بس شاء الله تكون الأمور طيبة وأي سؤال حبايبي بيسألوني أنا جاهز طيب تعال على السؤال البعد شو بحكيلي؟ البوابة أو البوابات المنطقية التي يكون ناتجها واحد عندما يكون كل مدخلاتها صفر آها ممتاز هذا حبايبي السؤال الذي بعض الطلبة يتعقدون منه طبعا ليش؟ ما بعرف الحمد لله ربنا خلق لك مخ يا طالبي يا طالبتي وبتعرفوا ترسموا البوابات المنطقية ما أعتقدوا وصلنا هاي المرحلة وانتوا مش عارفين ترسموا بوابة الأور بوابة النات وبوابة الاند والنور والناند كلنا بنعرفهم صح ولا لا؟ طيب تعال نرسم أنا أكن بوابة عندي في المنهاج عن جد أكن بوابة عندي أنا فعلياً نجي نحسبها خمس بوابات منطقية شو هم الخمس بوابات منطقية؟ تعال في عندي أول بوابة بوابة الأور هاي برسم بوابة الأور بعدين في عندي بوابة الاند خلينا نبلش بالأساسيات بعدين في عندي بوابة مين؟ النت خليلي النت هون لحالها هيك يلا نروح على المشتقات يلا بالمشتقات عندي بوابة النور وفي عندي بوابة الاند صح ولا لا؟ طبعاً هاي الرأسيات تاعتهم حبايبي هاي في عندي بوابة النور وفي عندي بوابة مين؟ النون الناند طيب ممتاز هلا إحنا هون شو بنحكيله؟ رجعلي على السؤال بارك الله فيك السؤال شو بحكيلي هون؟ تعال بحكيلي بكون ناتجها واحد بوابة أو بوابات منطقية ناتجها واحد يعني المخرج قيمته واحد بس يكون كل مدخلاتها صفر تعال بابسط من هيك ما فيه وامكمليين حبايبي حكينا بده بحكيلي ناتجها يعني المخرج قيمته صفر وجميع مداخلها آسف مخرجها الناتج بيكون إيش نعيد من أول وجديد حبايبي عالسريع بحكيلي ناتجها واحد آه ومدخلاتها صفر طيب عالسريع شو بعمل؟ بوزع أنا هون مدخلاتها صفر هاي صفر صفر وهي واحد وهي صفر صفر وهي واحد وهي صفر وهي واحد وهي صفر 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 وهي هون واحد وهون واحد تعال نشيك عن وهم الخمس اللي عندي أنا عشان نمتضمن الأربع علامات بجيبتك حبيبي حرام بضيح هيك سؤال نبلش بالأساسيات صفر زائد صفر مش هاي اور صفر زائد صفر بيعطيني واحد لا يلا معناته بنستثني إيش نستثني الأور يلا اللي بعده صفر دخلت الإيش الاند والاند إيش بضرب صفر ضرب صفر بيعطيني واحد كمان لا معناته نستثني الاند هاي أنا ريحت راسي من إيش من بوابتين نجي على النت مدخل صفر مخرجه واحد آه والله صح معناته النت بدي إياها طيب نجي على النور اللي هي نت أور صفر أور صفر يعني صفر زائد صفر كم صفر إن في الصفر واحد معناته كمان بدي إياها هاي صار عندي نت ونور نجي على النند صفر ضرب صفر صفر طب إن في الصفر واحد معناته النت بدي إياها معناته الإجابة حبايبي هون شو هي مين عندي ناتو نورو ناند بعناتو الإجابة هيبا فاهمين علي حبايبي كيف تحلوا هاي الأسئلة بس بس يعني حرك لي هيك شوية مخة الذكا اللي عندك لا تخليه مدفون الله يرضى عليك حركه طلعه بهاي الأوقات طلعه انطلق تمام حبايبي عادي أنا بعرف انه أنا خمس بوابات عندي يلا رسمتهم وهي نبدأ أرد علي شو أعطاني شو متى بتكون هاي بتعطيني ناتج صفر لما يكون مدخلاتها واحدة يوم ثلاث بوابات ولا سهل من هيك يلا لبعده البوابة أو البوابات المنطقية التي يكون ناتجها صفر أها هاي المرة الناتج صفر عندما يكون كل مدخلاتها صفر نفس الإشي يلقم بنروح ألوين على الخمس بوابات الأساسية بدو ناتج صفر وكل مدخلاتها يكون ايه يكون ايه ايش صفر تعال نمسح المدخلات السابقة والمخرجات السابقة يا طالبي يا حبيبي على السريع عشان أنا أشيك بدي أوزع الآن أنا ايش مدخلات ومخرجات أصفار صح ولا لا يلا هاي الخمس بوابات الأساسية والمشتقة عندي صاروه طيب يلا نوزع بحكي لي هون بدو مدخلاتها صفر ومخرجاتها صفر يلا نوزعها يلا هاي مدخلات صفر ومخرجات صفر يلا تعال نقرأ يلا نبلش ممتاز الآن بحكيه للأور صفر دخلت الأور مع الصفر يعني صفر زائد صفر صفر آه والله صح يلا بدي الأور عد معي صفر دخلت الأند يعني ضرب مع صفر يعني صفر ضرب صفر كم صفر صح معناته بدي الأند هي ثاني بوابة بديها صفر دخلت النت بتطلع صفر لا ما بديها طيب صفر اجمعها مع صفر صفر طب إن في الصفر صفر لا واحد معناته أنا ما بديها طيب كمان مره صفر ضرب صفر صفر طب إن في الصفر واحد بس أنا ما أعطيني صفر كمان ما بديها شافين كيف عرفت بحكي لهون عن بوابة الأور والأند نرجع الإجابات شو بنحكي له إجابتك هي كمان با أند والأور شافين ما أسألها حبايبي يلا اللي بعده البوابة المنطقية التي يكون ناتجها واحد فقط تركز على كلمة واحد فقط السؤالين القبل هدول ما كان حاكي لي صفر فقط ولا كان حاكي لي واحد فقط شو يعني واحد فقط؟ معناته في عندي بوابة تعطيني ناتج واحد بس بشرط واحد شو هو؟ إذا كانت كل المدخلات قيمتها واحد مين هي؟ راح يطلع لي واحد طالب محترم متخلف والله بقول لي أور يا زلم الأور تعطيني ناتج قيمتها واحد مش بس لما يكونوا مدخلاتها واحد كلهم الأور بتعطيني لما يكون الصفر والواحد مع بعض بتعطيني واحد هون بهاي الحالة بقول لك مرة واحدة بتعطيني فقط أنيل بوابة بتعطيني مرة واحدة واحد فقط اللي هي الآن صح ولا لا تعالي تذكر مع جدول الحقيقة يا أستاذ لما نحكي صفر بصفر صفر 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 بواحد صفر واحد بصفر صفر طب واحد بواحد واحد فكل ما داخلها واحد ناتجها واحد بكون فقط إذا كانت كل المدخلات واحد فإذا أنا بوابة نعمل إجابة جين بوابة الآن دي حبادي ممتاز اللي بعده يلا البوابة البوابة أو البوابات المنطقية التي يكون ناتجها صفر ممتاز يعني أنا المخرج عنده بده يكون قيمته صفر عندما يكون كل المدخلات واحد عندما يكون هاي صفر عندما يكون كل المدخلات إيش واحد معناته المدخلات هتكون واحد مدخل الثنين واحد ومن المخرج إيش صفر تعال على رسمتنا الفخمة هاي ع السريع عشان طلع إيشاب الصح صح ولا لأ مدخلات هاياش حكالي هسه بنشيك عليها كمان مرة يلا هون شو بحكيلي حبادي نروح السؤال كمان مرة يلا بحكيلي هون ناتج صفر ومدخلات واحد يلا ناتج صفر هاي وزعنا أصفار نواتج والمدخلات إيش واحد طيب يلا نبلش نجرب بالأساسيات بحكيلي هون واحد دخلت الأور مع الواحد يعني واحد زائد واحد واحد طب هون عندي صفر معناته أنا ما بديها الأور بستثنيها يلا على الاند واحد اند واحد يعني واحد ضرب واحد واحد هون معطيني صفر معناته ما بديها واحد دخلت النت صارت صفر صح معناته بدي النت طب واحد اور اللي هي هاي النور يا حبابي إذا بتذكروها نت اور معناته بدياج ما بعدين أنفي واحد زائد واحد واحد طب انفل واحد صفر معناته صح بدي إيها طيب واحد ضرب واحد اللي هي الناند واحد انفل ان تاعتها انفل مخرج الواحد بصير صفر معناته صح بدي إيها معناته الإجابة عندي نت ونور وننت نرجع على الدوسية وبحكي لي هاي الإجابة نعم هي با ناند ونور ونت يا حبابي ممتاز السؤال اللي بعده العبارة المنطقية زي تساوي نت نت ال-x or نت y and c تكافئ من البوابات المنطقية الآتية كلمة تشفتها تكافئ يا حبابي معناتها تمثل بالرسم هاي تكافئ ما تمثل بالرسم مين مين حبابي الله يرضى عنكو بهاي العبارة المنطقية بتمثل بالرسم طيب أول إش الز تساوي زي زدها زي 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 ياجها بلش معي أولوية مين داخل الأقواس طيب داخل الأقواس شوفي عندي نت ال-x or نت ال-y نت-x or نت ال-y طيب يلا تعال تعال أنا أرسمها نت هاي x وهي y أكم مدخل عندي أنا عندي ال-x وعندي ال-y وعندي ال-c يلا نزلهم تحت بعض هاي ال-c بعدين ناخد لون ثاني يلا طلع لمدخل مدخل 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 بمدخل بمدخل ممتاز أولوية مين الأقواس في عند أقواس هون حدود الأقواس من عند نت ال-x لعند or نت ال-y أولوية مين النت داخل الأقواس n في ال-x هاي نفيت ال-x بعدين شو بيحكي لي n في ال-y هاي نفيت ال-y طبعا أنت بترسم شطب عشان ما تخربط الله يرضى عليك شو في بيناتهم or بعمل بيناتهم or بعدين بيحكي لي n فيهم هاي نفيتهم بعدين شو بيحكي لي and c كلهم هدول ب-and c أنية الرسمة اللي عندي هون طلعت معي لما أنا رسمتها طلعت معي هيك وينها طبعا هون x or نت نت ال-x or نت ال-y في عندي نت هون and بعدين نت عليهم كلهم معناته مش ألي نشيك على بقى نت ال-x and نت ال-y كلهم نت بعدين or غلط أنا في عندي آخر إشي نشطب على بقى jim نت ال-x نت ال-y دخلوا or بعدين نت بعدين and بعدين الإجابة jim حبايبي الإجابة jim ممتاز نروح السؤال البعده حبايبي طبعا هاي الأسئلة زي هيك اللي بتفصل حكيت لك أستاذ كتير بيفصل بينك وبيني وبين الوزارة اللي هي الأولويات يا حبايبي طيب ممتاز في الشكل المجاور لتحويل البوابات المنطقية بدو يحول البوابات المنطقية إلى عبارة منطقية الآتية في عندي العبارة المنطقية هاي فإن الجزء الناقص في المربع هو إيش معطيني أنا بدو يعطيني هاي البوابات المنطقية معطيني هذا الجزء هاي هيك معطيني إياها بقول لي حولها لعبارة منطقية فهو حولها بس فيه جزء ناقص مين هو هذا الجزء؟ ممتاز كم متغير عندي A و B و C و D بشيك والله عندي أربع متغيرات A B C D بحكي لي هون بالأولويات في عندي أقواس على اليمين وعليسار أولوية مين؟ الأور البي طب فعلياً A دخلت بوابة الأور مع البي شطب عليها بعدين راحوا على الاند هاي الاند معناتها موجود الاند شطب عليها بقول لي انفي شو انفي نت السي هيني دخلت موجودة نت السي بالرسمة أو والله موجودة نت السي شطب عليها وين الناقص عندي؟ الناقص عندي النت عليهم كلهم مع اند يعني نت نت السي أندي الدي ممتاز نت السي معناته إيش في عندي؟ كمان اند هدولا هيك تتكون اند كلهم نت الجزء الناقص وين الاند والنت الإجابة اللي هي حبابي با هذا الجزء الناقص النات هاي والاند هاي ناقصات كانوا ممتاز أسئلة زي هيك حبابي بس شوية تركيز شوية شوية تركيز الله يرضى عليك لتضيع الإجابة الأربع علامات عنك بتكون قريب منها أنت بس تركز ممتاز سؤال اللي بعده نفس الفكرة في الشكل المجاور لتحويل البوابات المنطقية هاي البوابات المنطقية بتحويلها للعبارة منطقية التالية شو هو الجزء الناقص في المربع ممتاز طيب نزل أكم متغير عندي هاي A وهي B وهي C هاي A B C عندي موجودين صح دخلت الأقواس بحكيلي إن في الأي والله لقيت الأي من فيه نور البي آها معناته فيه هون نور البي وهي نور البي بعدين إيش نتسي موجودة عندي بعدين كلهم راحوا على النور بعدين كلهم تفى موجود معناته الجزء الوحيد الناقص النور وين النور بألف وباوجي مدالب ألف فالإجابة يا حباي بألف بس أنت بتشغل بس أستاذي أولويات سواء كتابة عبارة سواء حل عبارة سواء رسم رسم البوابات أو حل الرسم للمشتقات الجبر البولي كل إشي أنت شغلك كله على الأولويات الله يرضى عليك فما في شي بخوف طيب سؤال اللي بعده بحكي لي في الشكل المجاور إذا كانت قيمة الـ X تساوي الصفر فإن قيم A و B تكون إيش معناته هاي بحكي لي المخرج قيمته صفر يلا نجرب نفس الفكرة السؤال اللي هو أول أول سؤال بورقة الأعمال كانت نجرب قيم الـ A ألف آسف ألف تساوي إيش بحكي لي ألف قيمها A صفر و B صفر هاي صفر وهاي صفر إن في الصفر واحد إن في الصفر واحد واحد نور الواحد معناته إجمعوا إن في واحد نور الواحد كم واحد نور الواحد معناته واحد إن في الواحد صفر طب إن في الصفر واحد طب أنا بدي صفر الـ X معناته الألف بأكس عليها ما بدي إياها ناخد قيم إيش نمسح أول إيش القيم السابقة ونعوض بقيم الإجابة با يلا ممتاز بيحكيلي با A1 والB0 يلا 1 دخلت النت صارت 0 والصفر دخلت النت صارت 1 1 زائد 0 هي نور نور معناته بدي أجمعه أنفي طيب 1 زائد 0 كم 1 إن في الواحد صفر طيب صفر إن فيه 1 معناته ما بدي إياها كمان إجابة با ما بدي إياها لأنه هو طالب مخرج قيمته 0 أعطيني الإجابة اللي بتعطيني مخرج قيمته 0 يلا بنمسح التعويض السابق وبناخد تعويض جيم إجابة جيم نجرب جيم يلا قيم جيم شو بتحكيلي A0 والB1 يلا هي A0 والB1 0 دخلت النت شو بتصير 1 1 دخلت النت شو بتصير 0 طيب اجمعوا إن في يلا لأنها دخلت نور 1 زائد 0 1 طب إن في الواحد صفر طب إن في الصفر 1 معناته كمان ما بدي إياها إن في إجابة جيم ما بتعنيه لجيم ناخد آخر إشي وراح تقول له أستاذه هو ضل غيرها ما هو لا أنا لازم أفهمك ليش الإجابة طلع الدال طيب حطي A1 والB1 إجابة دال إن في الواحد صفر وإن في الواحد صفر طب صفر زائد صفر صفر إن في الصفر واحد طب إن في الواحد صفر معناته آها الإجابة هي دال لما تكون قيمة A1 والB تساوي واحد أستاذي هون X تعطيني صفر تمام ممتاز يلا نروح السؤال يلي بعده حباقي آها العبارة المنطقية التي تقابل البوابات المنطقية المبينة في الشكل طبعا هذا حبايبي لازم إحنا بالوزارة نكتبه بخط إيدنا ونمثلها بالإجابة تعال أعلمك كيف تمثل العبارة المنطقية كم متغير عندي حبايبي أنا ثنين شو المتغير بحكيلي هاي A وهي الB الA دخلت بوابة النت إن فيه للA بالنت ممتاز ودخلت كمان بوابة النت حط لي أقواص حط لي عليها نت طب ممتاز بعدين دخلوا مين الناند مع مين مع نت الB هاي نت وهاي ناند دور عليها يلا نت 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 طبعا هاي عليها أقواص كلها ما بدي إياها طيب نت نت أنا عندي نت واحدة للA هون غلط طيب نت نت ناند هايو نت 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 هاي أقواص على النت الأولى ونتهي مرة من فيه ناند نت 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 نور نت نت أنا اللي عندي ناند مش النور معناته ألف ما بديها الإجابة هي دال حبايدا إجابة هي باب دال نت 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 ناند نت 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 هاي زي ما كمثلتها إحنا زي ما إحنا مثلناها بتقارن الإجابة مش توعد تدور بسرعة هيك على السريع تلتخم وتتطلع على الإجابات لا أوعب بتتطلع على الرسمة بتكتب إمتى زي ما إنت حليت وفاهم من الستاذة الله يرضى عليك بتقارن الإجابة الموجودة عندك ناهيك إنه في صح وأصح والذكر منيح بهاي الحركات لا تكرم أقواص الله يرضى عليك ما كارمت الأقواص ما هي حلوة تعال اتطلع على مثال ثاني يلا العبارة المنطقية في عنده هون دارة كهربائية ممتاز دارة كهربائية هاي مشكلة نصط الله بالمملكة الحمد لله طبعا مش عارف ليش مش هالصعوبة أنا يعني بستغرب منكو اللي بحل أشياء أصعب منها قبل شوي بحلها مبذية في الشكل المجاور بحكي لي ألف أو باء أو جيم أو دال مثل لي إياها تعال أنا في عنده هون مفتاح توصيل A وعندي C وعندي D وعندي B وعندي E تعال هاي بنزل ال A وهي ال B آسف 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 بدنا ناخد إحنا المفاتيح خلينا أعلمك كيف تقرأ المفاتيح قبل كل إشي هذا أهم إشي فيك أنت بترتاح تعال أستاذ يا الله يرضى عليك بدي أقرب لك إياها شوي شايف لي هاي الرسمة هاي هاي الرسمة شايفها في عندي مصدر كهرباء مصدر الكهرباء هاي هذا مصدر الكهرباء ممتاز شايف السهم هذا الصغير هذا ببلش أقرأ منه العبارة هيك الكبير هذا ما بقرأ منه أستاذي متفقين على أول اتفاق طيب طلعت فوق شو لقيت عندي لقيت عندي A و C نزل A و نزل C ممتاز بعدين لقيت عندي D و B هاي D و هي B بعدين و أنا نازل لقيت عندي ال E و هي أحلى E طيب شو ضل علي ضل علي أقرأ الأقرأ الدرة كهربائية و يخلف عليك A و C شو فيه بيناتهم بيناتهم أور ما هي على التوازي والتوازي طوابق معناته أور هاي أور D و B شو فيه بيناتهم نفس الإشي أور كمان على التوازي صح ولا لا طب هذا السلك شو هو هذا سلك الاند أستاذي الله يرضى عليك أو أك تنساه يعني بين هذا البوكس وهذا البوكس في عندي أند ما هي البوكس حميلي هي بأقواس الأور دائما تحمى بالأقواس خلصت آه خلصت و أنت نازل الله يرضى عليك لا تحكيلي هاي الدرة كلها على التوازي سلك واحد يا أخي مشبوك بسلك واحد هايو شو بحكيه لك هذا سلك واحد ما تفرع لسلكين اللي تحكيينها أور في طلاب لليوم بتغلط فيها هاي كلها أند الإي أند الإي خلص أستاذ يزيد آه خلصت فيه إيش بتحب تضيفه لأ ممتاز بنظغر الرسم زي هي وبندور على الإجابة يلا دور لأ الإجابة اللي بتحكي له هي A or C أند دي أور البي أند الإي تعني شيك على ألف A or البي لا والله أنا ما عندي A or البي شطب لي على ألف A or C ممتاز أند بي أور الدي بي أور الدي ممتاز أند الإي معناته الإجابة بالة هسه هاينا حطيت عليها دائرة مش غلط لقرأ الثانيات A or C أند بي أور الدي أور البي ما هاي اللي كنت أحكي لك إياه إن هاي مش أور جيم غلط طيب A and C لا يا أخي طول بالك هاي أور ما بين إنها غلط هاي الدالة معناته الإجابة حبايب اللي هي إجابة با فاهمين فاهمين الله يرضى عليكم وإذا عندك أي سؤال اسأل لا تتردد الله يعزك طيب روح على السؤال البعد ونفس الفكرة يلا تعال قرب لعليها هي طيب تعال وين مفتاح الصغير هاي ممتاز نزل للمفاتيح أول إشي هاي A هاي A بعدين وأنا ماشي لقيت C و D هاي C وهي D وأنا ماشي لقيت ال B وهي ال B طيب تعال هات لون ثاني يلا بحكيه لل A وهي ماشية معناته شفت هاي كلمة هيك وهي ماشية ممتاز الصغير هاي من هون بدي أطلع من هيك أنا كلمة هاي وهي ماشية حبايبي كل هذا الكلام معناته إيش معناته أنت معناته أي أنت أنت شو C و D شو فيه بيناتهم الأور وحكينا الأور دائما تحمى بالأقواس ممتاز وأنا ماشي كمان لقيت ال B هاي هون كمان أنت ال B طيب يلا دور لع الإجابة يلا يلا A and C or D A and C or D أنت ال B أنا منهم حبايبي نعم صحيح الإجابة با الإجابة با والبقية غلط يلا نكمل على اللي بعده آها المكافئة للعبارة المنطقية اكس ناند اكس ناند ال Y كعبارة جبرية جبر البولي حبايبي ما لحقنا الإنساء بحكيه له هون حبايبي بده يحول هاي العبارة اكس ناند ال Y لعبارة جبر بولي ممتاز بحكيه له ولا يهمه تعالي هاي حبايبي كعبارة منطقية ايش هي اكس وعندي ال Y صح ولا لا صح طب شوفي بيناتهم أند وشوفيه برا عندي أنا هو للنت صح مش هلأ هاي هي نفسها هاي آه والله هي نفسها طب حول لي هلأ هاي العبارة جبر بولي هاي العبارة المنطقية مش العبارة الجبرية حول لي هاي العبارة منطقية نزل ال X نزل ال Y بيناتهم أند بعناتهم ضرب وال Or جمع والنت متممة والنت هاي متممة عليهم كلهم فأني الإجابة بتحكي لي هاي X ضرب وعا عليهم متمم كامل نعم صحيح الإجابة دال إجابة دال تمام حبايبي ولا أسهل من هيك عندك سؤال اسأل آها تعال إذا كانت A تساوي واحد وB تساوي صفر وC تساوي واحد فإن آخر خطوة يتم تنفيذها في العبارة المنطقية الآتية حلو تعال ولا أسهل من هيك خوة دالقيم بده آخر خطوة ركز آخر خطوة ما قل لك بدي الناتج لا تهبد من عندك الله يرضى عليك الناتج ما بده إياه قل لك بدي آخر خطوة اللي بتوصلني للناتج حكي لي شو آخر خطوة بتعمل آخر خطوة مش هو عدد البوابات المنطقية هو مساوي لعدد خطوات الحل وإذا قل لك في الوزارة ما هو عدد خطوات الحل طب مثلا انسى هذا الكلام كله ما عدد خطوات الحل في هاي العبارة المنطقية يلا النات واحد والنات اثنين نانت ثلاثة نانت أربعة أربعة خطوات حل طب شو آخر خطوة حل اللي عملت لي إياها انت بيقول لك يا طالب انت عشان أفهمك أنا بدي أشوف انت فاهم ولا مش فاهم هاي ناتج مش تاتج المهم لا والله أنا بيقول له أنا فاهم أول خطوة حل شو هي داخل الأقواس شو داخل الأقواس نتل إيه بحطوا عليها واحد ممتاز بعدين بيقوم بعملية ناند البي هاي اثنين هاي ثاني خطوة بعدين بيقول لي انفي هاي ثالث خطوة طب أنية رابع خطوة للأخيرة ناند ناند مين ومين ناند مين ومين أنا عرفت إنها الناند صح الآن أنا أمام خيارين يا الألف يا الجيم شطب لي عدال شطب لي على بام شايف كيف طب كيف بدي أعرف ألف ولا جيم الآن بعوض على العبارة المنطقية نزل النت شو بحكي لي كمان نت ايه شو قيمتها واحد بعدين شو بحكي لي ناند البي طيب بعدين شو بحكي لي ناند السي يلا عوض عوض تعال ناند السي آسف البي والسي غلط استعجلنا كتبت الرموز بدل ما أكتب الطاولة الطباحة بحكم علي طيب بحكي لي البي كم البي صفر والسي تساوي واحد يلا انفي الواحد هي صفر طيب صفر ضرب صفر ما هي هايان بعدين انفي صفر بصفر صفر طب انفي الصفر واحد معناته كل هذا الكلام عندي واحد طيب انفي الواحد بتصير صفر معناته صفر ناند الواحد بدي الإجابة وان صفر ناند الواحد نعم صحيح الإجابة هي جيم يا حبادي أنا بدي أنا بدي اللي هي الصفر ناند الواحد هاي آخر خطوة هاي هي آخر خطوة أسألة زي هيك بتكيف عليها الوزارة للطلاب طيب يلا علي بعده ايه نفس الفكرة بس من دارة لجبر بولي ولا فيه أبسط من هيك وانا تنعجك يا حبيب الله يرضى لك تعال تعال معي تعال قرب للرسمة زي هيك وشو بنحكيلي هون بحكيلي في عندي مفتاح ايه نزلي ايه بعدين نزلي دي بعدين نزلي السي بعدين نزلي الدي ممتاز ممتاز من وين ماشي سيران الكهرباء من تحت ولا من فوق لا والله من فوق هايو لأنه الصغير فوق لقيت الايه ايه ايش استنى شوي هاي ايه طب بي و سي وشفي بناتهم حكالي قور هاي اور الور طحمة بالأقواس ما جبتش ايش جديد طب شو في قبلها هون اند وهون اند ممتاز ممتاز يلا نرجع يلا نرجع تعال حول لي هاي العبارة لجبربولي تعال متذكري لما حكينا حبابي الله يرضى عنكم الاند اللي هي الضرب هاي ضرب والور اللي هي الجمع طيب والنا والاند اللي هي الضرب امسكهم نفسهم شو في عندي هون تعال ناخد لون تاني عشان توضح لك ب هاي بي زائد سي سكر لي اقواسها هون في عندي ايه وهون شو في عندي الدي وين العبارة اللي بتحكي هيك نعم صحيح هي العبارة ألف اجابة ألف هي الصحة باقي تمام والله ما في اسهل من هيك الحمد لله طيب تعال العبارة الجبرية التي تقابل البوابات المنطقية المبنية في الشكل المجاول ايه في عندي نور ايه اش يعني ما هي نت اور ما هي هاي اصلا هاي الدائرة فكها هون خليها نت وخلص الله يعطيك العافية وهاي خلص اقرأ لي اياها اور شكرا يلا نقرأ يلا نقرأ تعال نزل اكس نزل واي نزل لالزي ونزل لالدبلي يلا تعال والله اكس دخلت بوابة مين النت انفي لل اكس نت ال اكس خلصت دخلت الاند مع مين مع الواي والله هي حيلو الأمور طيبة بعدين دخلوا اند مع مين اها في زد و واي زد و واي شو في بناتهم في بناتهم الاور بعدين حكالين فيهم هاي لفيتها باور نت ممتاز بعدين راحوا على اند هاي اند صعبة لا والله سهلة حول هاي العبارة هلأ هاي كلها حولي اياها العبارة جباربولي يلا تعال امسك ال اكس وال واي والز والدبلي تعال نت ال اكس معناته انفيلي اكس هاي نفيت اكس حطيلي خط فوق الاكس متمم اكس اند الواي هاي ضرب واي بعدين بحكيلي اند نت هاي نت عليهم كلهم زد زاء الدبلي وين العبارة اللي بتحكيهاك يا حبايبي طبعا راح يطلع لطلعب قادم من الخلف بقوله أستاذ بدهو أقواس لا يا حبيب داش أقواس ما هاي متمم الفوق على الزي والدبلي يعني ما بتخليك بحاجة أقواس يا أستاذ الله يرضى عليك طب أستاذ زيد ليش حطيت انت أقواس انا بقولك ليش هسا أستاذي هاي الأقواس انا حطيتها لانه اذا بدي انا اتركها زي ما هي هون راح يبلش بضرب الشمال باليمين صح بعدين يضربها بهاي ففعليا هي مش بحاجة أقواس نيجي للمنطق ما بدها أقواس ولكن الإجابة اللي عندي الصحيحة هون من الإجابات اللي هي إجابة استنوا شوي انتوا دقيقة شوي أستاذي هلأ هاي ما عليها أقواس الاند آه نت الـ x اند الـ y اند نت زي اور ديبليو آه ما هي الناند بتصير عليهم كلهم النت آه 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 عشان أحمل آه عشان أحمل هاي من الضرب أستاذي عشان أحمل هدول الإجابة هي با هاي المتمم عليهم عشان أحميها من الضرب يا أستاذي بس الإجابة هي با ممتاز طيب وأي سؤال اسألوا يا حبابي الله أرضى عنكم قديش سؤال ضل هو تقريبا آه هاي سؤالين ثلاثة ضلوا ممتاز ممتاز ناتج تحويل العبارة المنطقية إلى عبارة جبرية طيب نزل المتغيرات حبابي هاي ايه بعدين في عندي الـ b بعدين في عندي الـ c طيب نت الـ b هاي نفيت نت الـ b بعدين بحكيلي اور اجمعها مع سي طيب بعدين بحكيلي اور الـ a طبعا لو بدأ أتركها هاي هيك بتصير أروية الـ a اور يعني بدي أجمع الـ a مع نت الـ b فبدي أحميها هاي لأنه هي مع السي جاي هاي نزل مهم حكيلي هون مدام بحكيلي فيهم كلهم هاي نفيتهم كلهم وين الإجابة حبابي اللي بتحكيلي هيك اللي هي جيم الإجابة جيم إجابة جيم حبابي هيك بنحول إحنا العبارة المنطقية لعبارة جبر بولي طيب سؤالي اللي بعده بحكيلي عدد الاحتمالات لجدول الحقيقة في العبارة المنطقية طبعاً عدد الاحتمالات حبابي متذكرني إحنا 2 قوة n حيث n شو بتساوي عدد عدد المتغيرات دون التكرار دون التكرار كيف يعني عدد المتغيرات دون تكرارها بعداته إذا أنا عندي تنتين a ولا تنتين b ولا تنتين c ولا تنتين d إلى آخره ما باخد إلا واحدة بعدها مرة واحدة ممتاز ممتاز ما تقولي البوابات تكرر بوابات تكرر أستاذي لا تقولي البوابات ما بكررها أنا كلام واضح هون بحكيلك عدد المتغيرات إيش دون التكرار بس طبعاً كم متغير عندي هون هاي a1 b2 c3 a a معادة بديش إياها معناها تنتين قوة كم اتنين قوة ثلاثة شو بتساوي ثمانية وين إجابة ثمانية اللي هي جيم حبايبي الإجابة هي جيم ياريت نركز على هاي الأسئلة لأن مرات الطالب مع العجقة يوم الوزارة للأسف يعني بخربط طب ممتاز عند تحويل العبارة الجبرية المنطقية إلى عبارة منطقية فإن عدد البوابات المنطقية المستخدمة هو حبايبي عدد البوابات هو نفسه يعني أنا هو أقواس واللي بدون أقواس ما بيهمني تعال في عندي الجمع هاي واحد أور ضرب اثنين جمع ثلاثة متممة أربعة متممة خمسة متممة ستة متممة سبعة متممة تمانية معناته عدد البوابات المستخدمة هي ألف ثمان بوابات إذا حولتها لعبارة منطقية تمام؟ تمام يلي بعد يلا إذا كانت قيم A تساوي صفر B1C1D0 فإن الخطوة التي تلي خطوة التعويض هاي يعني أنت قصدك أعوض يلا تعال أعوض A إيش عندي صفر زائد البي شو بتساوي عندي واحد بعدين كلهم عليهم متممة بعدين ضرب بعدين شو بحكيلي في أقواس عندي السي قيمتها واحد والديقي متها إيش طبعا زائد في عندي ديقي متها صفر سكر أقواس بقول لي عليهم متمم كامل هاي أنا عوضت الخطوة قصده هون الخطوة التي تلي التعويض معناته أول خطوة بتعملها شو هي؟ الله يسامحك ومش الأقواس يا أستاذي ليش مش الأقواس؟ في عندي هون نت وهاي النت إلها إيش؟ إلها أقواسها أستاذي فاهمين علي؟ ركز معي الله يرضى عليك خلينا نقرب في عندي هون أنا هاي النت ببلش بتنفيذها قبل الأقواس راح تقولي طب يا أستاذي ما هو الأولويات؟ ما هي بتحكيلي؟ أقواس نت صح؟ طب تحول هالأعبارة منطقية صفر الزائد إيش؟ أور صح ولا لا؟ واحد طيب شو عليهم متممة؟ هاي نت صح؟ بعدين أنت هي الضرب أنت بعدين شو بحكيلي؟ أقواس واحد أور الصفر بعدين كلهم عليهم نت صح ولا لا؟ يا حبايبي هلا بالمنطق أولويات مين؟ الله يرضى عليك يلا كيف صارت هلا هيك؟ أولويات مين؟ الأقواس اللي على اليسار ولا اللي على اليمين؟ لا والله اللي هاي لعناته صفر زائد واحد معناته نت الواحد آه شايفين كيف اختلفت الأمور؟ هاي أول خطوة قمت بعملية أول خطوة شو هي اللي هي الجماعة؟ معناته أنا هون بأعمل أول عملية جماعة صفر زائد واحد شو بتصير؟ بتصير عندي الإجابة تعال نقرب شوي كمان تعال ناخد هاي صح؟ حكيا نبدأ ناخد النت اللي هون صفر زائد واحد كام؟ واحد نزلها واحد عليها النت كاملة ضرب افتح أقواس واحد زائد صفر سكر أقواس عليهم متممي وين الإجابة اللي بتحكي لي هيك حبادي؟ وين هي الإجابة اللي بتحكي لي؟ إن في واحد مضروب بواحد زائد صفر عليهم متممي كاملة هاي هبا الإجابة هي با طبعا حبايبي هذا سؤال وزاري لجيل أجل اختبار وزارة جيل ألفين وأربعة كل التحية لهم حبايبنا جيل ألفين واربعة وهون حبايبي للأسف بعض الطلاب يعني أكثر للأسف غلط فيه من وراء حركة إنه الأولوية للأقواس نسي إنه فيه أسئلة الصح والأصح أنا هذا دائما بحذركم إنه حبايبي طيب سؤال اللي بعده بحكي لي واحدة من العبارات الآتية التي تتعلق بالبوابات المنطقية غير صحيحة تعني قرأهم واحدة وحدة ألف البوابة المنطقية هي دارة إلكترونية بسيطة تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أكثر وتنتج مخرجية منطقية واحد والله صحيحة هاي هو تعريف إيه الشبابة المنطقية با تعد البواب المنطقية أور من البوابات المنطقية الأساسية صح التي تدخل في بناء معظم الدوائر المنطقية وتسمى أو كمان صح ما حكى لاوى ولا حكى لمشتق عنها معنى تصحي العبارة جيم تعطي بوابة الناند بخرجا قيمته واحد أها إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كلاهما صفر تعي نجرب نتذكر صفر ناند واحد مثلا أحدهما واحد أو صفر مش مشكلة معناته واحد ناند الصفر واحد ضرب صفر واحد أي صفر طب إن في الصفر واحد آه والله هاي نفس الكلام تعطينا مخرج قيمته واحد إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كلاهما صفر صح ضل عندي دال؟ أضل عندي دال معناته الإجابة دال بس ليش؟ لأنه بحكي لي عند غلق الدارة الكهربائية بواسطة المفتاح يضيء المصباح وتمثل الحالة بالرمز الثنائي صفر؟ لا، غلط تمثل بواحد فإذاً دال هي الغلط حبايبي تمام؟ تمام عدد الاحتمالات التي يحتويها جدول الحقيقة للعبارة الجبرية X متمم متمم طيب بجيك طالب بحكي لي 2 قوة 2 تساوي 4 طبع غلط الله يرضى عليك ما بنحسب البوابات عدد المتغيرات 2 قوة N حيث N عدد المتغيرات هي الثالث مرة بالحصة هي بحكيها ياريت ما حدا يخربط كم متغير عندي واحد؟ طب 2 قوة 1 شو بساوي 2؟ الإجابة باه حبايبي ولهون الله يعطيكم 1000 1000 مليون عافية بذكرك عشان تحصل على الدوسية حبايبي هاي رقم التليفون بعتلي على الواتساب بدي دوسية أفخم 25 سؤال وهذا اللينك تبع الرابط أول من أنت بعد اللي راح أبعت لك إياه وشيره خلي الفائدة عم بين زملائك وزميلاتك وحبايبي الله يرضى عليك يا رب مش غلط لأنه الدال على الخير كفاعله حبايبي أي سؤال بدك إياه؟ أنا جاهز بإذن الله تعالى كان معكم محبكم الأستاذ يزيد حمزة ولنا لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة